ما انتهد المعركة في ميدي إلا وتعود إلى الواجهة من جديد حيث دارت المواجهات بين الجيش الوطني مسنودا بطيران التحالف وميليشيا الحوث والمخلوع في محيط مدينة ميدي خلال الساعات الماضية وحدات من قوات المهام الخاصة تابعة للجيش الوطني كانت قد تمكنت من السيطرة على مباني حكومية داخل المدينة أهمها المجمع الحكومي والمستشفى العام ومبنى البريد بالإضافة إلى السيطرة على عدد من المواقع شرق مدينة ميدي وقطع خط الإمداد الرئيسي الذي تستخدمه الميليشيا في هذه المعركة تم السيطرة على حوش الكهرباء وعلى مبنى الحكومي في مدينة ميدي والآن قاطعين الإمداد عن الميليشيات في الطريق المؤدية بين ميدي وحرار يأتي هذا التقدم وسط معلومات تفيد بعجز الحثيين عن حجد المزيد من مقاتليهم بعد أن خسروا الكثير منهم إثر ضربات مكثفة يشنها طيران التحالف بصورة يومية الأمر الذي حول ميدي إلى جبهة استنزاف للميليشيا المعطيات على الأرض تشير إلى أن معركة تحرير الساحل الغربي باتت تكتسب أولوية أكثر من أي وقت مضى وتقع ميدي بمحافظة حجة في نطاق الساحل الغربي إلى جوار ميناء الحديدة الذي يشكل رئة حيوية ومتنفسة أخيرا للبلاد في ظل توقف وشلل أغلب الموانئ والمنافذ البحرية اشتركوا في القناة